هل تركيا فعلاً ذهبت للنهب والسرقات ثروات هذه الدول؟ أين سرقت؟ أين أعطوني مثالاً إذا كانت هذه التوسع من أجل السرقات كما يدعى؟ هو يقول أنه ما هي الثروات التي استحوزت عليها تركيا؟ يكفي مصانع حلب يا سيدي فككتم المصانع في حلب وصرقتم مصانع حلب وأخذتم النفط إلى جانب داعش النفط السوري يعني تستطيع أن تضحك يا سيد بكير أتجان ولكن هذا لا ينفي الحقائق التي أصبح يتحدث عنها الجميع بما فيهم الرئيس مكرون الذي اتهمكم بالأمس في مؤتمر برلين أنكم تصدرون الإرهاب إلى ليبيا